خمس أعلامات إذا كانت فيك فكن أكيد أنك أنت مصاب بسحر تفريق وسحر تعطيل ولا أبد لكم العلاج بالكشف بالرقية الشرعية ابقى معي في هذا الفيديو لتعرف عن هذه الخمس أعراض وما تضيقنا إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام حياكم الله عز وجل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنة إذا شئت سهلا في هذا الفيديو أحبابي نتكلم عن خمس علامات بإذن الله تبارك وتعالى يصاب بها الإنسان الذي يعاني من سحر تفريق وتشتيت وأخص بهنا سحر التفريق لكن قبل أن نبدأ بتوفيق الله أبشركم أن قريبا سأتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بإذن الله للإشراف على بعض الحالات وجزاء الله خيرا الأخ لتكلف لي بالمصاريف لا تنسوه من صالح دعائكم بارك الله فيكم قبل أن نخود وأن نسبح في هذا الموضوع الذي يتكلم فيه الكثير ويعاني منه الكثير أقول لكم صلوا على رسول الله وما أجمل الإنسان أن يصلي هناك أمراض عضوية ولكل ميدان أهله واختصاصه فالإنسان إذا مرض مرضا عضويا يذهب للطبيب المختص وإذا مرض مرض نفسي يذهب للطبيب المختص وإذا مرض مرض روحي يذهب عند أناس المختصين منهم رقاه ومنهم معالجون ففي هذا الفيديو بإذن الله سنبين خمس علامات بتوفيق الله عز وجل لسحر التفريق والتشتيت ونريد بإذن أن نكشف على هذا السحر بالرقية الشرعية بتوفيق الله وأريدك أن تعالج نفسك بإذن الله من أين أن تعالج نفسك؟ من كتاب الله الذي قال فيه رب جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله تبارك وتعالى خص هذه الآية وخص القرآن كله دائما ينادي يا أيها الذين آمنوا النداء لمن؟ ليس للمسلمين فالمسلم ربما لا تتوفر فيه شروط الإيمان لكن إذا كنت مؤمنا وتتوفر فيك شروط الإيمان والشرط الجميل أحبابي الكرام والذي يعاني منه الكثير في هذا الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه والذي نفسي بيده إني أحب لكم الخير كما أحبه لنفسي من أخوكم أحمد نافا أحب لكل إنسان الخير لأن من شروط الإيمان أن تحب الخير لغيرك حتى يعطيه لك الله جل وعلا المشكلة التي نقع فيه في هذا الزمان أحبابي الكرام هو كترة الحقد وكترة الغل وكترة النفاق وكترة المسائل التي تؤدي الإنسان أي في بيته مع أولاده مع إخوته مع أمه مع أبيه يعني تؤذيك في قعر بيتك تصاب بالسحر أسأل الله أني نجهي الجميع تصاب بالعين تصاب بالحسد تصاب بمسائل كثيرة نسأل الله السلامة وعافية إذن في هذا الفيديو نريد أن نبين خمس علامات ثم نخوض في الكلام ونتكلم حتى يفهم الجميع الصغير والكبير ويتكلم ويفهم كل إنسان أول شيء بالنسبة لسحر التفريق بالنسبة للزوجين أولا لا تكون مودة ولا تكون محبة بينكم مودة لا تكون أبدا المودة والمحبة لا تكون وأنا أقول ولو وقع نقاش يكون صلح بين الزوجين لكن هناك صلح وليس هناك مودة ومحبة هناك صلح وليس هناك حب فهمتم؟ وهذا يقع حتى مع المخطوبين الرجل يتقدم لفتاة أو يتكلم مع فتاة لخطبتها حينما يتكلم بكلمة صغيرة تمسكه المرأة من تلك الكلمة وتضعها في إناء كبير ويكبر الموضوع هذه تأتي من مسائل السحر التفريق والتشتيت المسألة الثانية أحبابي الكرام حينما يكون الرجل بعيدا عن بيته تشتاق له زوجته حينما يطرق الباب تأتيها زندة في قلبها كتمة في القلب لا تريد أن ترى وجهه لا تريد أن ترى وجهه أو تنظر إليه التالت أحبابي الكرام وهي تخص الرجال دون النساء وتخص النساء القليلين غير الرجال أول شيء الرجل الذي هو مصاب حينما يريد أن يجامع زوجته شرف الله قدركم يكون قبل الجماع عنده انتصاب يكون قبل الجماع أني كما نقول عنده كل شيء جيد حينما يريد أن يلمس زوجته وأن تكون العلاقة الحميمية أو العلاقة الجنسية في غض الله يقع له الفشل يقع له انكماش يقع له عوجاش هنا تبدأ المشاكل نساؤكم حرة لكم نساؤكم حرة لكم هنا تبدأ المشاكل يقع له ضعف جنسي يقع له ارتخاء جنسي يقع له عوجاش وأنا تكلمت مع بعض الإخوة الذين هم عندهم هذا المرض ماذا يقع حينما يخرج للشارع قدر الله النظر لمرأة والشهاها يصبي عنده انتصاب جيد أسأل الله أن يرزقه أن يرزقه غض البصر لكن حينما يأتي لزوجته يأتي لزوجته لا يكون شيء قلنا ثلاثة الرابعة هو دائما في البيت تأتيك خنقة في الصدر وضيق في الصدر تأتيك خنقة وضيق في الصدر المسألة الخامسة وهي بالنسبة للرجال والنساء بالنسبة للنساء يأتيها كما نقول حريق البول أو تقييسات في الرحم أو إفرازات مهبالية يعني لون أبيض أو لون بني أو لون وردي بالنسبة للرجال قطرات البول المدي يأتي مشاكل برودة في الخصيتين يعني مشاكل في الخصيتين يأتي حريق في شرفه يعني في القضي والمرأة والرجل يأتيهم حريق في الظهر والمرأة حريق في الرحم والرجل حريق في العانى ودائما هناك ألم متنقل من هنا ننتقل للعلاج بإذن الله بالنسبة للرجل أو المرأة نشخص الحالة حتى نعرف هل هناك سحر أم مزرد مشكل نفسي بإذن الله نأتي بإناء كبير بتوفيق الله عز وجل بإناء كبير نضع فيه قريب من الماء إن رقيته يكون أفضل إن تعمل له رقي يكون أفضل أو إن لم تعمل له رقي لا مشكل تضع فيه رجليك والرجل الماء يكون حد الكعب يعني حد الكعب يعني تضع فيه الرجلين بإذن الله وتستمع لصورة آل عمران والنساء فهمتم وتستمع لصورة آل عمران والنساء بإذن الله عز وجل كاملة كاملة وأنت رجلك في ذاك الإناء مغمض العينين وتستمع بإذن الله لهذه الصورات كاملة وأخبرني ماذا يقع لك بتوفيق الله في الواتساب ستجد رقم أسفل الفيديو أخبرني ماذا وقع لك بإذن الله سأعطيك التشخيص وإن وقع لك تنمل أو ألم متنقل أو بدأت تشعر أنك ستغيب عن الوعي أو أنك ستفقد الوعي بالنسبة للمرأة إذا جاءك ضيق في الصدر وبالنسبة الرجل أيضا أحب أوقف وأحب أقرب راقي إليك تذهب إليه أقرب راقي إليك تذهب إليه ليرقيك إذا كنت في مدينة السالة أو النواحي وأردت أن تأتي عند أخوك مرحبا بك لا مشكل إذا كنت بعيد اذهب إلى أقرب راقي تأتي إليه يرقيك وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة